الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم وهي بالمغضوب عليهم ونضالين آمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وقلني إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكونني أن أقول ما ليسني بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام غيوب ما قلت لهم إلا ما أمرت أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيما دنت وأنت على كل شيء شهيدا إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ولله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير الله أبدا سمع الله لمن حميدا سمع الله سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين إياك نعبوه وإياك نستعين إذن صراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم وإذن المغضوب عليهم ولا الضالين سمع الله آمين آمين أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطبة فهداء وقصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أن شاء هو نمره وهو بكل غلق عليم فالذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقذون أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون فسبحان الذي بيديه ملكمت كل شيء ملكمت كل شيء وإليه جعل الله الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر 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 أكبر الله 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 أكبر ترجمة نانسي قنقر 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 وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ المغفوب عليهم ولا الضالين إنما مثل الحياة الدنيا كما ننزلناه من السماك فاغتلق به نبات الأرض فاغتلق به نبات الأرض مما يرد الناس والنعام حتى إذا أخذت الأرض زفرفها وزينت وظن أهلها أنهم خادرون عليها أتاها أمونا ليلة نهارا فاجعلناها حصيدا كما لم دون بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى ذال السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يعرف وجوههم قثره ولا دلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها طاردون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم دلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أشيت وجورهم قطعا من الزين مرمما أولئك أصحاب النار فيها طاردون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا مكانهم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إياها تعملون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن ربادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أستفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم مما كانوا يفكرون قل من يرزقهم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار والأفئدة ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يذبر له فسيقولون الله أقول فلا تتقون فذلك الله رضهم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلاء فأمنا كسرقون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسرقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأمنا تفكرون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتدع أم من لا يهدي إلا أن يبدأ ما لكم كيف تحكمون ترجمة نانسي قنقها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وهياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هل من شركاءكم من يهديه إلى الحق قل الله يهديه للحق أفمن يهدي إلى الحق أحب أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إن الظن لا يهدي من الحق شيئا إن الله عليكم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفتلى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتففيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتلى قل باتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من قول الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاميره كذلك كذب الذين من قبلهم كذبوا كيف كان عاطبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك على المفسدين وإن كذبوا كفقوا لي عمليه ولكم عملكم أنكم بليلون مما أعمل وأنا بليل مما تعملون وإن كذبوا كفقوا لي بليل مما أعمل وأنا بليل مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينقر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يضرم الناس شيئا ولا إن الناس أنفسهم يضرمون ويوم نحكرهم جميعا كأن لم يهبتوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ونخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نري أنك بعض الذين عدوه أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط قضي بينهم بالقسط وهم لا يؤمرون ويقولون متابا وعدم إن كنتم صادقين الله شكرا الله شكرا أمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله 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 ثم إذا ما رقع آمنتم به آلام وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلمون ذوقوا عذاب الفلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبرونك لحقه قلي وربي إنه لحقه وما أنتم بمعجزين ولون لكل نفس ضممت ما في الغد افتلت به وأصر الندامة لما رأت العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يقومون ألا إن الله ما في السماء والأرض ألا إن وعد الله حقه ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيل ونميت وإليه ترجعون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولمن أخرج يا أيها الناس قد جاءتكم موحرة من ربهم وشفاء وشفاء لما في الصرور وهده ورحمة للأؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله وبرحمة الله الله وبرحمة الله الله وبرحمة الله الله وبرحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سباق الذين أنعمت عليهم وإن المغطوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس قد جاءتكم موحرة من ربهم وشفاء لما في الصرور وهده وأرمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل رأيتم ما أنزل الله لكم من الرزق فاجعلتم منه حراره وحلا قل الله أذن لكم من على الله تفترون وما ظنوا الذين يفترون على الرواي الكذب يوم القيامة إن الله له قضي على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تتنو منه من قرآنه ولا تحملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيرون فيه وما يحزر عن ربك من مذبال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصرى من ذلك ولا أدبع إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خرق عليهم ولا هم يحفرون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشا في الحياة الدنيا وفي داخلة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوض العظيم ولا يحزن قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في ربك وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الظن وإنه إلا يخطون هو الذي جعلهم الليل لتسكموا فيه ونهى ومتصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسنعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لهم ما في السماوات ونأرض كل لهم خالدون سبحانه هو الغني له ما في السماوات ونأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تفهمون أتقولون على الله ما لا تهلمون قل إن الذين يفكرون على الله الكذب لا يفكرون متى هم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم مذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون أتقولون على الله 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 اشتركوا في القناة 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 has just vanished, it's done, you're not taking any of it with you to the grave and none of it will benefit you unless ما كان الله يبطى حتى بعد الموت وما كانه يغيره يتبه جفاء this is the entire dunya, if you want to know more examples of حقارة الدنيا لماذا؟ هذا الدنيا هو مهم جدا كما قلت الله قال الدنيا مَلْعُونَ وَمَلْعُونُ مَّا بِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَلَا الْحَدِيثِ just remember when you're sick or when you get really sick has anyone had malaria before? malaria? anyone got malaria? has anyone got covid before? I don't know anyone got any bad disease? I'm not a doctor but the flu I've had the flu for two and a half months ago and it was hell when you have those diseases whether they're temporary or permanent by cancer or heart disease or liver disease or lung disease you lose the entire taste of the dunya am I wrong? you forget about the dunya all you care about is your health that you want to feel better you don't want to eat you can't sleep properly you can't do anything you're not sitting there thinking about well I'm going to go on vacation next week you're just worried about your health خَلَ الْطَبِيبِي جِي قُلِ لَكِي أَبْكَانْسَرِ lie and Ali your life will end your life will end your life will end mentally you will be devastated I know a very close brother who was told that he has stage 4 cancer and the doctors claim that he had about 4 to 6 months to live the brother the brother this was about maybe 6 and a half years ago the brother still has stage 4 cancer by the way he takes chemo but everyday he's living and telling us that my 4 months pass I can die any minute now like 6 years pass and you're still alive the point is he is not able to enjoy the dunya Allah explains that the dunya could vanish for you in a split second then the ayah right after it comes one of the most beautiful ida in the Qur'an the most beautiful callings in the Qur'an Allah Allah Himself جَنَّ جَلَابِ يَدْعُوْكُمْ إِلَا دَعِ السَّلَامِ imagine Allah is calling you to Jannah he doesn't need to be he doesn't need to be the king he doesn't need but at the end out of his mercy Jalla Fi Ula يَدْعُوْكُمْ جَمِيعًا إلى Tali Salaam وَيَدِي مَنْ يَشَغْلِي لَصَّلَاءُ مُسْتَقِيمُ ثُمَّ خَزْمَ الْقِضَاةِ طَوْلِهِ There's a group of people that follow the dunya There's a group that Allah is calling them for Wasser And then those who actually follow that calling إن لدينا أحسن بحسنة إن لدينا أحسن بحسنة وزيادة أحسنوا إسنه أحسنة ماهني اللحنة ماهي السلاة ماهي السلاة والله تعالى وهي أعه ربنا نعيم علينا اعهد ربنا في الجنة وأن الإنسان لا أهم برؤية وجه الله عز وجل بكرة وحشية there are people in Jannah who have that pleasure and as the hadith says that there are people that ينظرون إلى وجه الله بكرة وحشية they fit in the heart every day and there are people that see him once a day and there are people that see him once a week they want juma there's so much in Jannah and I can talk about the benefits of Jannah from now until the Jannah but you have to work hard for this Jannah to carry the miracle and I've said it so many times these are the last five days or nights of Ramadan if you have defaulted or as-sarta in Jannah then you're able to that you have these days five days of Allah that could change your entire future these five days I am still trying to understand and I am not judging anyone I'm not judging anyone I'm not questioning why people do it but I am still trying to understand why people in these last ten days their mind is settled that after four raka'at I'm gonna leave there's five days left there's only four raka'at left for these purposes take advantage of it as Allah subhanahu wa ta'ala that is that is that 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 ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر ترجمة نانسي 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 قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الله أكبر 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 وعنى بني إسرائيل مبوى صدق ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شد مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من القاسرين إن الذين حفت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأذين فلولا كانت قرية آمنت فنبعنا إيمانها إلا قوم يوم فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزن في الحياة الدنيا ومتعلانهم إلا قوم يوم الله مهلا 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم رحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رحمن الرحيم ولولا كانت قرية آمنت فنفعنا إيمانها إلا قوم نونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزن في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعرفون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا من المنتظرين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أطم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعنت فإنك إذا من الظالمين اللهم أحضر 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 الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الوطيب ملك يوم الدين إياك أعبر إياك نستعيد إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سدق اسم ربك لعلى الذي خلق تسولا والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله متاه نحوا سنقربك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يقفى وميسرك للنسى فذكر النقعة ذكرا سيذكر من يقشى ويتجنبها لشقى لدي يصلى النار القبلا ثم لا يموت فيها ولا يحيا وددق من تسكى وذكر اسم ربه فصلا بل توترون الحياة الدنيا وداخرة خير وأبقى إنها أبال في الصحب نولا صحف إبراهيم والموسى صحف إبراهيم والموسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صحف إليه الرحمن الرحيم من هي يوم الدين من هي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد إذنا الصراط المستقيم صراط الذين ألم عند عليهم غير المغضوب عليهم على الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهو الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لهم دينكم وليا دين الله أحبب بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحيم الله أكبر الله الرحيم الله الرحيم الله الرحيم الله الرحيم الله الرحيم الله الرحيم الله جves الله remains بسم الله الله Dracula الله راح الله الرحيم الله الله الرحيم إياك نعجل وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوم عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم كله الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفأة ملد بسم الله الرحمن الرحيم كله منه برب فلق من شر ما أخلق ومن شر غاسق إذا وقد ومن شر النفاتات في العقد ومن شر غاسق إذا حزد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى الناس من شر الوسواس والناس الذي يوسرس في قطور الناس من الجنة والناس الله الرحمن الرحيم سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وكذلك عظيم سلطان اللهم لك الحمد كما تحب وترضى ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الضضا ولك الحمد إلى رضي اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد إلى لوح الدين اللهم إنك عفو تحبنا وفعف عنا اللهم إنك عفو تحبنا وفعف عنا اللهم اهدنا في من هديه وتولنا في من توليه وباردنا فيما أعطيه وقلا أصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيه فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم اقصدنا من خشيتك ما تقول به أيننا وبين معاصيك ومن مطاعتك ما تبذلنا به جنة ومن الجرين ما تنبغي علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسناعنا وأبصارنا وأبداننا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوالد منا واجعل ثرنا على من ظلمنا واننصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أجبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط عليك الله اللهم في ذنوبنا بل لا يقارب فينا ولا يرحبنا اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا جميع أعمالنا اللهم ارفعنا من قرآن العظيم اللهم اشتنا من قرآن العظيم اللهم ارحمنا من قرآن العظيم اللهم ادخلنا الكلب من القرآن العظيم اللهم ادعى القرآن العظيم رضيع قلوبنا ونوى صدورنا وتلا أحزاننا وتلا بلومنا وظلومنا وقاعدنا وسائقنا لجنات لجنات النعيم اللهم من أحييته مننا وأحييه على الإسلام ومن توفيته مننا وترفته على الإيمان اللهم استرنا من فالأرض اللهم ارحمنا تحت الأرض اللهم اغفرناها يوم العرض عليه اللهم لا يقرر فمضاء إلا بنا من مغفور وسعر مشهور وعمل متقبل مضرور اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر واكتبنا من عتقائك من النار اللهم تقبل من المرسلين عسانه اللهم اغفر عليهم خليفة الخير اللهم عرضهم خيرا اللهم بارك لهم في مالهم اللهم بارك لهم في أمنارهم اللهم بارك لهم في أعمالهم اللهم اشفر مرضاهم وعاكلوا جلاهم ورحم موتاهم واغفر لنا ونعياذ الجلال والإكرام اللهم ارفع الظلم عن المقومين واقضي الدين عن المدينين ونصر المستطافين في كل مكان اللهم حذر البيت الأخصى اللهم حذر البيت الأخصى وجميع بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد بلد آمنا نرمئنا سفاء ورخاء وسائل بلاد المسلمين اللهم رد برابنا للناس للا دينك رد الجميلا اللهم اشرح صدورهم للإسلام اللهم اشرح صدورهم للإسلام اللهم اهد بهم وعليهم اللهم اهد بهم واهد بهم يا من جلال والإكرام اللهم اعب إخواننا الرائمين على هذا المركز اللهم وفقهم لما تحبه وترضى اللهم اعبهم اللهم اوفقهم اللهم اخذ بيديهم اللهم يفسر لهم أمرهم اللهم ترشق ربهم اللهم هيئ لهم أمر رشد اللهم ناولهم مرادهم اللهم حقق لهم الرجاء اللهم حقق لهم الرجاء واجعل لهم من كل ضيق فرقا ومقرجا اللهم أهدف بين قلوبنا وأصدف ذات بيننا واهدنا سواء السبيل وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصفه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة